موسيقى 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 حضرات النظارة والنظارات صحة شربتكم وأهلا بكم وبشفاليكم ويا جبل مهزكم ريح ومرحبا بكم في حلقة جديدة ملوجيك السياسي أقبل كل شي حضرات النظارة والنظارات خليوني ربما نعبر على كامل تضامني وتضامني مع أخويا وزميلي لحبيب ميجالو اللي جات اليوم الديوانة وهزدته الصباح بعد ما صب به واحد صباب وربما إن شاء الله يلقى فعله وقال لهم اللي هو يتكيف في دخانة زير بلاش فاتورات وبلاش رخصة نمشي إذن مع أهم الأحداث في تونس وربما في العالم وبالتحديد مع أخبار المنتخب الوطني ومدربه سامي ترابلسي لموجهش ربما الدعوة إلى هدف المنتخب والمعروف كذلك ربما اللي سقيه الزوزي صار وكذلك بقطعه ألاف وألاف الكيلومترات فوق الميدان ذاك عليش معانا اليوم مباشرة عصام جمعة بش يحكينا على سبب عدم داوتو المنتخب أخويا عصام رح بيك وربما السحة شريبتك بونجور خويا توفيق ووسي كل جمهور ووسي نحب نقول لكم عصام فندردي سلم عليكم نقول لكم فلسكتشون على خطر رمضان مبروك بحكيت الفوتبول نحب نقول لكم بون بور ما الكورة سيفينية بش نعلق الصباط والكلاست كيما لنوت بريزيدان المغزوجي يبخيتو في قتبها لحكاية فارغة الفوتبول ما حصلت منها شي عجيبة أخويا عصام بش مقولوش غريبة كيفاش لعب كيف كنت يعني ربما معروف اللي هو لعب كبير ربما وكبير للغاية وكذلك في عمر الأزهار ومعروف بربات تجائش يعتزل الكورة خاطر مجتوش دعوة للمنتخب يعني بكل صراحة فضفاضة قرار غير مفهوم نانو أخويا تتفيق انتخنوا الاستواغ ما هيش حكاية منتخب اما ما جي دي سيدي بش نبطل بعد اللي سمعت قالوا لي كمو سابل تتامح رزية يخلصوا فيها عشرة ملايين في الشهر في تاساسي ينطلوس تخفهم دوفيز تخفهم ونوغوة عندي سنين نكوور في لغوبة ورأس أخويا لصورتهم يبخيطوا اش فيها خدمتها تشد المطرقة كيف يغيب بن جعفر وتبدأ تحصر في القصاص تبتخليش يتكلم بعدين كان يعطيوني صالة غكة نغمال نولي نلعب ديفنسور ونحصر القصاص ونخليش تنافس جملة عما في الغالما نتخلو نقولها بغفوة تتا محرزية بس كنا شوي سيغلي قبل ما يشريها تاساسي بناتنا كانت تكوور في ريال مدريد ولا بغسلون إذن حضرات النظارة ونظرات نحكيه الآن على أخبار العلوم وبالتحديد على غزو الفضاء مع الأمريكان ربما اللي بالتأكيد تأثروا ربما كثيرا وكثيرا بنا كعملنا غزوة المنجالة وحبوا ربما يعندونا واذاك عليش بعثوا مركبة فضائية لاكتشاف المريخ وما نقصدش ربما المريخ السوداني وإنما كوكب المريخ ذاك عليش نستضيفوا بحذينا واحد من علماء الفلك المعروفين بش يحكي معانا في الموضوع ذا سحمل همامي ساحة شريبتك ورمامان مرحبا بك في اللوجيك السياسي يا سيدي ساحة شريبتك نحب نقول لك حاجة يا أخوية تفيقة ولن أنا كحمل همامي نحب نقول لك للبرنامج متاعك حاجة فرغة وحكاية فرغة وكامش بالززقة سما بالله لنجيه فهمتني ونحب نقول لك حاجة أخرى أنا كحمل همامي نحب نقول فيما يخص كوكب المريخ ضايا نحب نقول هو يسميه زاد الكوكب الأحمر وهو أخر معاقل البرويتاريا في المجموعة الشمسية نقول لك حاجة وأنا كحمل همامي نحب نحييه ونحيي مناظه الصمدين ونحب نقول لك حاجة أخرى نأكد كذلك لهذا كوكب شيوعي بامتياز لفيه لرأس مالية متوحشة لبرجوازية متعفنة وهو الكوكب المثالي اللي ننصح كل عامل وفلاح بش يتوجهوله ويستقروا فيه ونقول لك حاجة أخرى أنا شوارت لاغية الصباح وقالت لي مثالش ندبره وطلعها حتى احنا ونطلعه تفهم فيها نقول لك حاجة واسمعنا نقول لك حاجة أخرى أنا كحمل همامي وكحزب العمال نحب نقول لك اللي أنا متضامنا معاري فاقنا سكان كوكب المريخ وكل الكائنات الفضائية الشيوعية الكاتح ضدوا الغزو الامبريالي لامريكاني الرأس مالي هضايا ونقول لهم ردوا بالكم يغلطوكم لامريكاني ويهبطو لكم واحد غادي ويقول لكم شنو واحد من رواد الفضاء وكان جاكم واحد منهم اعرفوه رهبولي السياسي من اللي يهبط المرض بالفضائية تلمو بيه في الباب واضربولي يا طيصام وكان مفهمش ولا ما حابش يروح تعرفو البرنامج تحزب العمال في الحالات هذي اشنوه لحجر والكرادي ونبيمو لك اضرب من بعيده قطع قلو غزو الفضاء قلو ركاكة وانا كحمل همامي ضد الكوكب المؤقتة غاية والكوكب لحمل هو الكل فعلا نشكروك سيحمل همامي عن معنومات المكوكبة هذي وكذلك نتصور انك بعد شوية عادي تقول لنا انه هليل رمضان اصله منجل وكيلة النازة الامريكية اللي هي كما نقوله نحن عبارة على شريكة اللحوم متاع امريكا ارسلت مركبة فضائية هبطت على سطح المريخ هذا الاسبوع لكن والحمد لله وكذلك من حسن الحظ اللي نهارتها مفهمش اربوخ فوق سطح المريخ رغم انه في موسم الصيف ولكن المفاجئة والغريبة باش ما نقولوش عجيبة هي انها الصور الاولى اللي جات من المريخ واللي باش نشاهدوها على شاشة خليل الثواني باش ما نقولوش شوي اخر توري نوعية غريبة ملكينات اللي كنا نحسبوهم انقرضوا تماما من جميع الكواكب والمجرات كما قاعدين نشوفو ويبدو انه مفهمة كان في المريخ وين نجمو نلقاهم مواطنين مزالوا نوين باش يصوتوا لحزب التكتب اذا نمروا مباشرتنا حضرات النظارة ونظرات وبدون اي تأخير الى اخبار المجلس التاسيسي حيث علمنا انها لحمت مرة اخرى ولكن المرة هذه بسبب الفصول المتعلقة بالمرأة خاصة وانه نواب النهضة يحبوا ينصوا على انه المرأة مكملة للرجل وفي حين بقية نواب رفضوا ربما السيغة هذه واعتبروها النبزة لا تختفر في حق المرأة التونسية معانا اذا بجرة مواطن تونسي يبدو انه خبير باش ما نقولوش ربما متليع من المسألة هذي ويحب يعبر على رايو اسروا اسروا الكلام التوفيق يا ودي لا غالط يا توفيق ماهوش معقول تتخلوين هذا يا ودي ما عندوش مبرر يا ودي عيب حكت اهو في الدستور اسبعنا المرأة مكملة للرجل يا ودي غالط غالط وما يشيش اسهلون يا انا المرأة معيش مكملة للرجل ياسر حاجرين هالمرأة راكم بالعكس المرأة راكم مكملة على الرجل مالسنوة اسكولي كامل علي اسكولي كامل علي وكبل ساعدي كان مستيلة واجمعتها قالوا المرأة مكملة للرجل بالعكس المرأة مكملة على الرجل اين عم اذا ربما يا مدام قلت المرأة مكملة على الرجل انا هكا نكون مكمل على الحصة ونقولكم الى اللقاء وتصبحون على خير الى اللقاء موسيقى 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 موسيقى